موسيقى زي ما كلمنا الحلقة اللي فاتت ان نتيجة حياة اي انسان بتكون يا اما نتيجة اختياره ويا اما نتيجة تأسيسه هبدأ الفقرة بكسه كان طالب في الجامعة كان مستمر في حضور المحاضرات وكان شاطر جدا وكان قاعد في وسط المحاضرة يوم وراء الثاني وراء الثالث فجي يوم نام في وسط المحاضرة وهو وهو نايم سمع صوت الطلبة وكانت انتهاء المحاضرة لكن بدأ بالفعل ان هو يقوم ويكتب العصاب بورة اللي كان الدكتور كان سيب لهم مسألتين هو كان متعود ان الدكتور يسيب لهم مسألتين كواجب يعني المهم الطالب ده خد المسألتين وروح البيت وبالفعل بدأ يحل في المسألتين لكن معرفش وبدأ مرة والتانية وجاب كتب من مكتبة الجامعة لكن معرفش يوم والتاني والتالت والرابع والخامس جي حلها فيه استغرب ان الدكتور ما بصش ولا فكر في حل المسألتين ولا داهم اهتمام مع انهم كانوا بالنسبة له صعبين جدا وما كانت شايف ان فيه طريقة سهلة عشان يحلهم فجاله في دول انه هو يقوم للدكتور ويسأله قال له يا دكتور المسألتين اللي حراج كنت حطيتهم قبل كده قال له المسألتين دول عجز العلم عن حلهم فالطالب استغرب والدكتور استغرب لما الطالب قال له انا حلتهم فالدكتور بص على طريقة حل الطالب ده ولقاها فعلا نتيجة صحيحة وبالفعل كانت الحاجة الاساسية في الموضوع دا كله ان هو وصل ان عقله ان هو كان في الفترة دي كان نايم وكان موصل لعقله انه ما فيش مستحيل لكن كل الطالب اللي كانوا حاضرين كانوا عارفين ان العلم عجز عن حلهم ودي النقطة اللي انا هتكلم معاكم فيها يا طرق ايه اللي خلى الشاب دا ينجح ان هو ما حطش في دماغه كلمة مستحيل وبقى الطالبة حطوا في دماغهم المستحيل ازاي بقى نتعامل مع الاداء اللي هي سر نجاح ناس كتيرة جدا وهي العقل العقل اللي هي اداء من الادوات النفس فبدون ارادة النفس لن يكون للعقل كيما ولا يوجد استخدام له دون ارادة نفس اول حاجة عاوزين نوصل لنفسينا انه ما فيش حاجة اسمها مستحيل يعني لو رجعنا لستين سبعين سنة وقلنا لحد ان احنا هيكون معنا تليفون محمول نشوف حد في اي دولة في العالم ونكلمه صوته صورة كمان ساعتا يقولك انت بتتحك على العقل ده مستحيل ودي الصورة حصلت على الارض الواقع ودي بنشوفها بالفعل ان التكنولوجيا كل يوم ما فيش فيها مستحيل وبنوصل لاي حاجة احنا عاوزينها اولا عاوزين نعرف تاني ايه الحاجات اللي بتوقفنا وما بتخلناش نستخدم عقلنا صح او الحاجات اللي بتتزرع جوانا غلط من تأسسنا الاتعاد عن الكلام السيء والكلام السلبي اللي هو انت فاشل انت مش هتنجح انت مستحيل تعمل اي حاجة انت ملكش لازمة اي كلام من الكلام ده بنسمعه كتير او انا بكرهك او كلام ده كله في سنة 1990 عالم اسمه العالم مصورو العالم ده عمل تجربة على كوباية مية كوبايتين مية وبطرمانين رز المهم كوبايتين المية دول كان بيمسك كل كوباية وهو حطيتها في الفريزل وكان يقول لها انا بحبك ويمسك كوباية تانية يقول لها انا بكرهك وقعد يستمر على النظام ده لفترة لا تقل عن اسبوع وبدأ بالفعل ياخد نتيجة التلج ده ويحطها تحت الميكروسكوب ويشوف نتيجة الكوب اللي كان بيقول له كلام حلو كانت الاصر التلج نفسه كانت كريستال لونه ابيض وكانت الجزئات جميلة لكن الجزئات بتاع الكوباية اللي كانت واخد كلام سلبي كانت وحشة وكانت مكروها ودي موجودة على النت ويدخلوا شوفوها تجربة الرز او تجربة المية في اغزة كلام ان كلام ده بيكون عبارة عن اما طاقة سلبية اما طاقة ايجابية لكن كلام اللي احنا بنسمعه ده يأما بيزودنا او بيزود فينا الطاقة السلبية او بيزود فينا الطاقة الايجابية يعني لو ابني متربي في بيت كله كلام ايجابي انت تنجح انت شاطر زي مثل الدكتور احمد زويل كان بيعلق على الحيطة بتاعته الدكتور احمد زويل وكاتب كده وكانت والدته بتشجعه على كده وزي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت فيه فكرة الحاجة ام الاختراع بتاع العالم اتسون رغم انه هو كان فاشل في الدراسة لكن تشجيع والدته انه هو معاه اصلا اداة تقدر انه تنجحه وتخليه شاطر هي الاداة دي لازم يكون فيه تشجيع في النقطة دي زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النقطة دي الدكتور لما بييجي يخش له المريض يبدأ الدكتور يستقبل المريض ويقول له لا انت كويس انت بخير ويبدأ يطمنه بعد ما يكشف عليه لكن فيه داكاترة بتدي خوف للمريض وقت ما يدخل لا دا انت حالتك صعب قوي ساعتها المريض بيجي له زيادة في ضربات القلب والخوف يتوغل داخل اعضاؤه فده لازم ناخد بالنا منه وتأثير الكلام لما الدكتور بيمتص خوف ورهبة ومرض المريض بيكون افضل في العلاج وده علم بيدرسه الدكتور دلوقتي ازاي بقى نستفيد من عقلنا ونكون سعداء ونكحين في الحياة الحاجة اللي انا عايز اوصلها في نقطة دي ان العقل عامل زي الارض الزراعية اللي هتزرعه فيه هتلاقيه يعني زرعت مثلا صماريت بطاطس هتطلع لك صماريت بطاطس مش هتطلع لك صماريت خيار يعني لكن اللي انا عايز اقوله ووضحه في النقطة دي ان العقل بيتقبل اي كلمة انت بتقولها له بس لكن مش من اول مرة يعني الكلمة اللي انت هتقولها له كلمة ايجابية كلمة تشجعه يعني تقول توقف قصاد المريض كده وتقول انا ناجح انا شاطر لكن مش بالكلام بس توقف تقولي نفسك انا ناجح ومتاخدش الخطوات لكن دي لها طرق علشان تكمل في الطريق ده وتستفيد من قدرة عقلك الحاجة التانية هي الاستمرار على سقل الارض ان انت بتسقل الارض لو ما سقلتهاش هتموت هكذا اللي بتزرعه جواك هيموت طالما انت مش مستمر عليه ولازم تتخيل علشان الفلاح اصلا بيتخيل او عارف ان النتيجة هتطلع من الزرع والزرع هيطلع بكل حاجة هو كان متخيلها النتيجة بتاعته كان متخيلها انها هتطلع مثلا صمرة وهتطلع صمرة جميلة والزرع هيطلع حلو فده بيخلينهم مستمر على سقل ايه الارض والحاجة التالتة وهي الصبر يعني مش من مرة واثنين لا انا عاوزك تستمر على الحاجة الايجابية اللي انت هتوصلها تقعد تقول لنفسك الكلام الايجابي لكن تصبر وبكده نكون خلصنا الفقرة الاولى وندخل على الفقرة التانية ونطلع فاصل ونرجع لكو تاني اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 طمام أول لما شوف الشاشة هارجع خلاص هتشوف أول ما تشوف الميديم بتاعها اللونج الميديم؟ الشاشة لما تكون كبيرة ماشي تمام كبيرة دات اللونج طمام ماشي خلاص بقى يشيل السماعة هاي اشيل السماعة بنيدي مش عايزة يعني كده كده لازم يكون فيه صح ايه لا يا كده كما بتبني مش عايزة لا خلاص السماعة بس ولا المايك لا السماعة لازم تطلع بيه ماشي خلاص ماشي عما كلمني على البتاع ده على السماعة دي انا سامعك ماشي خلاص ماشي خلاص ورجعنا لكو بعد الفاصل ونتكلم في مشكلة مجتمعية مشكلة تربية الاطفال وتأسسهم فيه مكولة بتقول التعلم في الصغر كان نقش على الحجر يعني اول سبع سنين فيه فيه سن التفولة دي بتكون اقوى سبع سنين فيه حياة الانسان عموما افضل من محاط الجامعة ده السن اللي بينزل عليه البرمجة اسمه سن التمثيل اللي انا عاز اتكلم فيه ان التفل في الفترة دي بيشوف وبيسمع وبيحس وبيخزن يعني اي تصرف بتعمله هو بيخدم وبيخزنه جواه وبيستمر عليه زي الام مثلا لما تخش المطبخ او تعمل حاجة او الاب لما يتصرف تصرف ما الابن او الطفل ده بيقلده مع الوقت وبنطلع لنا ايه ان الطفل بيمشي من نفس المشي او طريقته طريقة والده فده بيشبهه فيما بعد لكن النقطة اللي انا عاز اتكلم فيها ان التربية اللي هي المشكلة اللي انا اقصدها اللي اصبحت دلوقتي حاجة صعبة جدا في الشارع ان الطفل ما بقاش متربي صح ما بقيناش مهتمين بايه بتربية الاطفال يعني ابهات وامهات تيجي تقولك احنا ربينا وكبرنا وعلمنا لكن ولادنا سبونا او ربينا وكبرنا وعلمنا ولادنا تلوع فشلين الفشل او ان هما يسبوكو ده بيكون له نتيجة او له سبب ده جاي من سبب السبب اللي هو التربية ان احنا ما تفنناش او ما عندناش فنون التعامل مع الطفل وازاي نتعامل مع كل طفل والاخر يعني الطفل العنيد والطفل العصبي والطفل الهادي والطفل السرع الغضب الحاجات ده كلها لازم نتعلم فنون التعامل مع الطفل هبدألكو بكسة طفل كان ابوه وامه مش بيسمعون كان التفل ده في يوم الايام اتخانم مع بعض صحابه وبدأ ان هو يحس ان هو في حاجة جواه عاوز يتكلم فيها مع حد فكان قرب حد ليه هو ابوه فجي وقت انهم بتاعه فوالدته دخلت عليه لقيته صحي فكان صحي علشان مستني والده عشان يقعد يتكلم معاه والدته ضربته وما سمعتش منه علشان ينام السبب ان الطفل ده كان مستني ابوه عشان يقعد يتكلم معه ويحكيله حد ما جيه وقت الاب والام خدوا ابنهم الدكتور وقالوله ابننا بقى عدواني والسبب علشان ان الطفل ده كان في حمام السباحة وكان بيحاول يغرق التفلين دول او صحابه دول لكن مع الوقت الاب والام حسوا بكتر العدوانية اللي فيه فخدوا له الدكتور فبدأ الدكتور يتكلم معاه ويسمعه وحس ان فيه حاجة غير العدوانية دي فيه سبب تأسيس من الحاجة دي فبدأ يتكلم معاه فقال له انا حصل واحد اتنين ثلاثة وحبيت ان انا استنى والدي ما بقوش اسمعوني حبيت اتكلم معاه حصل مشكلة بيني وبين صاحبي لكن مفيش حد بدأ يسمعني بدأت اتصرف من نفسي الدكتور بعد ما خلص الجلسة مع الطفل ده قام وقال للاب والام انتوا اصلا اللي عاوزين تتعالجوا انتوا معرفتوش فنون التربية لو مفيش تفاهم بين الاب والام مش يكون فيه حالة الاولاد والاطفال مش يكونوا فيه حالة صحية مستقرة هيكون فيه تقسير من الجانب ده لو الابن مش واسك من نفسه كان فيه قصة المدرس كان جديد في مدرسة وكان اول يوم ليه في الفصل فطلع بدأ يتكلم مع الطلبة وسأل سؤال فجي اختياره على الطفل فالطفل ده قام قال له سؤال فالمهم الطفل ده معرفش يجاوب السؤال بتاع الاستاذ لكن كان ساعتها هو خايف وفي رحشة كده ومتاخد كده من نفسه عشان كان متورس فيه انه هو غابي فالمهم قاعد فالدكتور فالمدرس سمع صوت الطالب اللي قدام بقول ده غابي قوي فالطفل متعود على الكلمة دي فبقى كده بقى مش شاطر المهم المدرس ده راح للمدير وسأله على الطفل ده قال له ده فعلا طفل ده غابي جدا فالمهم المدرس حاب بيعمل تجربة مع الايه الطالب ده وخده كل يوم في وقت الفصحة قاعد يقرر معاه بيت شعر واعد يحفظوله وحاول يحفظوله لكن صعب على الطفل انه هو يحفظه كده من اول مرة لكن المدرس تحاول انه هو ايه يحفظه البيت الشعر ده وبالفعل يحفظه المهم جيه في وقت الحصة بتاعته بعد الفصحة فالمدرس سأل الطلبة وقال لهم في بيت شعر بيحكي عن الموقف ده واقوله لكم وحكى وقال بيت الشعر ده مين اللي يقدر يقول بيت الشعر ده فقام الطفل وقال انا يا استاذ فالمهم المدرس استغرب ما استغربش هو طبعا عارف انه انه هو اصلا بنمرن الطفل ده وعاوز يعمل معه تجربة فقام وقال البيت ده فخلى الطلبة يسقفوله ويساعتها الطفل حس انه هو بدأ يرجع وبدأ يصك في نفسه ومع التعود المدرس بدأ يحفظه قبل كل حاجة وبدأ الطالب ده يحب اللغة العربية عمتا والشعر والبلغة وكل حاجة لكن مع الوقت الطالب حس انه هو بدأ يتشجع من اللي حواليه انه هو ما بقاش يغابي انه هو وصل لعقله انه هو ما بقاش يغابي وبالفعل نجحت التجربة والطالب ده بقى من اشتر الطلبة اللي موجودين في الفصل الحاجة التانية انه كان فيه قصة طالب برضه غابي وكان متورس فيه وكان وصله الاحساس ده المهم والدته بدأت انه هي تفكر في حاجة علشان تعالج الغباء ده بحاجة تانية انه هي بدأت توصله انه لو قريت كتاب في الاسبوع انا اخليك تعمل اللي انت عاوزه من غير مضربك فالطفل حب الحاجة دي علشان انه هو يعمل اي حاجة يلعب يروح لصحابه وينزل الشارع يتعامل براحته علشان يعمل الحاجة دي ويكون براحته لازم يقرأ الكتاب ده كل اسبوع وبالفعل بدأ يقرأ الكتاب كل اسبوع لحد ما بدأ في وسط كل حصة الطالب ده بدأ يسك في نفسه علشان بيعارف معلومات مفيش حد ما الطالب عارفها وبالفعل بدأ ونجح لحد ما وصل لدكتور طبيب جراح في امريكا ونجح بفضل امه هي اللي شجعته على القرية يعني تأثير نقطة المية اللي بنشوفها مع مرور الوقت فيها في اخر اليوم مالت كباية كبيرة او ازيازة كبيرة تتعدى مثلا الخمسة لتر يعني من نقطة لخمسة لتر يعني مع الوقت لو احنا علمنا ولادنا ان هم او خلينا ولادنا يقروا نص ساعة كل يوم في اخر السنة هنلاقيه ما يقرب لتقريبا متين ساعة او مية وتمانين ساعة المية وتمانين ساعة دول هيقصره في حياة التفل ازاي هيكون مكتسب معلومات هيكون تصرفاته افضل هيكون ناجح في كل حاجة هيكون عنده معلومات وده هيزود له ثقة في نفسه فده احنا عاوزين ناخد بالنا منه ونعلمه لولدنا ونورس فيهم الحاجة دي علشان ينجحوا في المستقبل مش يبقوا زي دلوقتي الاجيال اللي هي طلعة ان شاب ما تعداش الخمساشر سنة وبيغني ومعه عربية تمنى تلاتة مليون جنيه وشاب معه مؤهل عالي ومش لاقي مرتب الف او الفين جنيه دي صورة بقت صورة فاسدة في المجتمع دلوقتي ما بقيناش نعلم بقينا نمشي مع الطيار اللي يجي فلوس اكتر نمشي وقراه وبدأ ناس وده كاترة كتير وعلماء اتجهوا للجانب ده جانب الشهرة او جانب الغناء ويسابوا المجال ده الحاجة اللي انا عاز اوصلها من الكلام والكصص دي ان انت ترعي ابنك رعي ابنك في كل حاجة ازرع فيه كل حاجة لازم تاخد بالنا لازم ناخد بالنا ان كل حاجة وكل تصرف فيه نعمله الابني بيكتسبه نحافظ عليه من التلوث السمعي والبصري والدير اللي احنا عايشين فيها وناخد بالنا ان الطفل الجواة طاقة برضو لازم ناخد بالنا ان الطاقة دي لازم نحط في المكان الصح ونختله رياضة ما اذا كانت بقى سباحة او جنباز او اي نوع رياضة عشان يفرغ طاقة بتاعته في الرياضة دي الجانب الثقافي ان احنا نبدأ نديله معلومات يحس ان هو ايه بقى عنده معلومات كتيرة يبدأ يحب العلم ونشجعه على دخول في الجانب ده الجانب الاجتماع ان احنا ندول دور من المسئولية ويبدأ نشايله يشيل دور من المسئولية ولما يكبر هيكون شايل الدور ده ويكون شايل المسئولية في اي جانب من الجوانب مش يطلع زي دكتور جاله زوجها بتحكي عن ان زوجها بيتكلم مش قادر يشيل المسئولية مثلا ويسألها فين والدته فقالت له والدته موجودة فجابت والدته فهو بيسأل والدة الزوج وتسأله بتقله هو بيه الدكتور بيسأل حماة الزوجة حماة الزوجة فحماة الزوجة بتقوله بتقوله الدكتور انت انت غبي انت ما بتشيلش مسئولية بتقوله لابنها يعني قدام الدكتور فبدأ يتورص في الطفل أو الحد ما بقى زوج إنه هو فاشل وبكده نكون خلصنا الحلقة النهاردة ونقول لكم تسبع على خير اشتركوا في القناة